منذ عام 2003 وحتى اليوم وعملية نهب أموال النازحين مستمرة عبر صفقة ومشاريع وهمية حيث تحول النازحون ومعاناتهم إلى سلعة رابحة للسياسيين والأحزاب والمتنفذين الذين استغلوا ظروف النازحين ليستخدموها كورقة انتخابية تارة وسرقة أموال النازحين تارة أخرى بدلا من تقديمها لمستحقها وعلى الرغم مما تعانيه العائلات النازحة في المخيمات إلا أنه يتم الكشف عن صفقات فساد كبيرة في ملف النازحين تقوم بها أطراف عملت وتعمل على سرقة مستحقاتهم من المنح والمساعدات المادية والغذائية والخدمات ومنع وصولها إليهم سواء تلك التي تقدمها وزارة الهجرة أو المنظمات المحلية والدولية المنح المالية المقررة للعائلات العائدة إلى مناطقها لم تستمن السرقة فلم تقوم الجهات المختصة بتوزيع تلك المنح إلا على نحو 15% من هذه العائلات فيما لم يتم صرف التعويضات المقررة للعائلات المتضررة من العمليات العسكرية حيث يستفيد مسؤولون ومتنفذون لهم صلاة بالميليشيات والأحزاب السياسية من تلك الأموال الحكومة لم تكتفي بإهمال مسؤولياتها في متابعة ملف سرقة أموال النازحين بل عملت على إغلاق العديد من مخيمات النزوح وإجبار العائلات النازحة على العودة إلى مناطقها التي تنعدم فيها الخدمات والبنى التحتية فضلاً عن دمار منازلهم وانعدام فرص العمل مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكدت أن غلق مخيمات النزوح ليست نهاية الأزمة فإغلاق مخيم واحد يعني فتح العديد من الأزمات الأخرى في ظل استمرار هالة الاستهداف الطائفي تجاه النازحين من قبل الميليشيات والأحزاب والأجندات السياسية التي تتنوع ما بين إجبار النازحين على العودة في مناطق واستمرار منعهم في مناطق أخرى